اشتعلت جبهة نهم شرق صنعاء مجدداً وتدور فيها معارك ضارية في وقت تحقق فيه قوات الشرعية تقدماً في عديد من المواقع الجيش الوطني والمقاومة تمكن من تحذير تلتين الحمراء والمدفون والتلال المجاورة لسلسلة جبل القطب الاستراتيجي الذي تمت السيطرة عليها الناطق باسم الجيش الوطني العميد عبد المجلي أكد أن المعارك على أشدها والساعات المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً مشيراً إلى أن نقيل بن غيلان صار في مرمى نيران قوات الشرعية وفي الأثناء تفقد نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر مواقع الجيش والمقاومة في جبهة نهم التي تشهد تطورات عسكرية متسارعة وأشاد بالدعم الكبير الذي تقدمه دول التحالف العربي بقيادة السعودية ودعم الشرعية بكافة المجالات وفي تعز سيطرت قوات الشرعية على مبنى مستشفى الكندي المحاذي لمعسكر التشريفات الذي تدور في محيطه معارك شرسة وتحدثت الأنباء عن مقتل القيادي الحوثي أبو عاصم وأخرين من الميليشيات كما حققت قوات الشرعية انتصارات كبيرة في الجبهة الشرقية لتعز وأحبطت هجوما عنيفا شنته ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على مواقعها في عزلة الأقرود بمديرية المسراخ جنوبي تعز وفي محافظة صعدة تواصل قوات الشرعية تقدمها بعد أن تمت السيطرة خلال الأيام الماضية على جبل السنترال الذي يطل على مركز قيادة اللواء 101 مشاه وباتت قوات الشرعية تبعد نحو 70 كم من مركز المحافظة